موسيقى هاي في عدة طرق لزيادة الأكسيتوسين المعروف به هرمون الحب الدم بتشير الأبحاث من سنة 2013 انه ممارسة اليوغا بتساعد على زيادة انتاج الأكسيتوسين وجدت دراسة أجري سنة 2012 على 1995 بالغ انه 15 ديئة من التدليق من قبل أحد أفراد الأسرة بتساعد الأشخاص على الاسترخاء وبتزيد مستويات الأكسيتوسين بتساعد مشاركة الحب والعاطفة والتعبير عنهم بزيادة تركيز هالهرمون بالدم قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء بيساعد على الشعور بالدعم الاجتماعي وبيخفف الشعور بالعزلة العناق والاحتضان بيعززوا تركيزات الأكسيتوسين بالدم التأمل مش بس بس يساعد على التخلص من الاجهاد ولكن التفكير بشخص من حبه عند التأمل بيعزز إفراز الأكسيتوسين مين قال انه سلوكيات الكرم بتأدي لتعزيز إفراز الأكسيتوسين مثل تقديم الهدايا والقيام بالأعمال الخيرية يلي كمان راح تزيد الشعور بالسعادة أنا قال شوفكم بكرة اشتركوا في القناة